في أول يوم من عيد الأضحى لهذه السنة شلل شبه تان في تنقل الأفراد ووسائل النقل تكاد تنعدم هنا في إحدى محطات النقل الحضاري بالعاصمة سكون وهدوء نقص فادح في حافلات النقل التابعة للخواص رغم تأكيد وزارة النقل على ضرورة تأمين تنقل الأفراد يومي العيد لكن هناك من احترم نظام المداومة نأخدم المهمة تشوف كاوتعنا تخدم في حين توعدت وزارة النقل بتطبيق إجراءات صارمة ضد كل من تجاهل بيانها والمواطن كأضعف حلقة هو المتضرر الأول من هذا السلوك كل عد ما كنت اشترى سبورة كذا كان غير واحد في الإزارة وكان جي سنانة واحد نصف ساعة مش جي واحد خدامي الماكش مش يروحوا مش يروحوا الدار إلا أن وسائل النقل التابعة للقطاع العمومي كانت في الموعد باتباعها لبرنامج عمل يكفل تنقل المواطنين بين مختلف بلديات العاصمة أبلك المواطن ورأي العام يلاحظ باللي المؤسسة نتاعنا تعمل جاهدة باش النقص هذا والعجز اللي كان في وسائل النقل نحن ما ميمسناش اخترحنا عندنا العمل بالمناوبة عندنا الفرق اللي تخدم الصباح وراكوا جيتوهم على الوقت اللي راكوا تشوفوا الغاش العمال هادوما وكلنا اللي راهم على كل حال واجدين للعامل العشية وكاينوين حتى وقات مثلا كيكون الفرق اللي يخدم الصباح نزيد ونخدموه العشية ما فيها حتى مشكلة وهذا حتى الوحدة التعليل والمواطنون استحسنوا دور إتشوزا في توفيرها للنقل إتشوزا محتار من يعني للقوانين تعالى الوقت ديالها محتار ما توفير أنا كي جيت ما كاش نقص الحمد لله الأمر يكاد ينطبق على التجار فأغلب أبواب المحلات كانت موصدة في وجوه المواطنين هذا مرحظناه أثناء جولتنا في شوارع العاصمة كل واحد يحب يجوزوا مع العيلة يحب يقدر كايلي يقول لك خدام ما يخدم ليش كايلي كدر كايلي كل واحد كيفا يخو بالصح صافة كايلي الناس شغل اللي بدأت تلبي رغبة المواطن شغل بدأت تفهم بلي لازم يحلوا لازم يقدر رغم تأكيد مديرية التجارة لولاية العاصمة ضرورة احترام التجار المدومة يومي العيد تنظيم التجارة والخدمات أمر حتمي لضمان قضاء المواطن لحاجياته خاصة في المواسم والأعياد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر